قوات الاحتلال تتواجد على حواجز محافظة أريحة التي وضعتها بشكل فجائي لا يوجد حديث حول وجود الاحتلال بشكل مستمر أو في هذه الساعات ولكن هناك حواجز يطلق عليها الحواجز الطيارة يتم وضعها بشكل مفاجئ يفاجأ الناس بهذه الحواجز ويمنع دخولهم أو خروجهم أو حتى انتظارهم لساعات طويلة على هذه الحواجز وهذا كان فعليا ما حدث في الأيام السابقة وحتى في أيام العيد العديد من المواطنين احتجزوا داخل أريحة ومنعت حركتهم عبر هذه الحواجز ولكن اليوم لا يوجد تعزيزات على هذه الحواجز تحركنا نحن من محافظة أريحة إلى بلدة العوجة التي نتواجد فيها الآن للحديث حول اعتداءات المستوطنين وتسليط الضوء على هذه الاعتداءات في الحديث حول هذه الاعتداءات ديانا نحن نعلم بأن الأغوار بشكل عام ومحافظة أريحة وقرها وبلداتها تتعرض لهجمات المستوطنين بشكل عام أحد المستوطنين فقدت آثاره وبالتالي هناك دعوات من المستوطنين من أجل تكثيف هذه الاعتداءات على المواطنين بلدة العوجة على سبيل المثال تعرضت في الأيام السابقة إلى هجوم شرس من قبل المستوطنين تم حرق عدد من خيام المواطنين هنا في تجمع رأس العوجة وبالتالي هجرت العديد من العائلات عشرات العائلات من هذا التجمع تركت منازلها وخيامها ومتلكاتها التي قام المستوطنين بحرقها من أجل تهجيرهم وهذا ما حدث فعليا أي أن المستوطنين يتعمدون الهجوم على هذه المناطق فعليا وهذا يدل على أن الخطر قديم على بلدة العوجة وعلى مختلف البلدات والقرى التي تحيط في محافظة أريحة وحتى على التجمعات البدوية التي تعتبر الأكثر استهدافا إن كانت من تجمعات الاملحات والزايد شمال محافظة أريحة وعلى طريق المعرجات وحتى على التجمعات على طريق وادي القلط والنبي موسى وحتى في القرى والبلدات المجاورة والتي أنا فيها يعني حتى هذا اليوم وقبل قليل اعتدى مجموعة من المستوطنين على عدد من الرعاة هنا في بلدة العوجة يحدثني أكثر عن هذا الموضوع أحد الشبان وهو صلاح الزايد الذي تعرض قبل قليل وفي كل يوم هناك اعتداء معين يتعرضون له أهلا بك معنا السلام عليكم ورحمة الله أنا صلاح الزايد من منطقة العوجة بالقرب من المعرجات نحن في المنطقة هنا نتعرض لهجوم بشكل مستمر من المستوطنين وبالأخص من فترة العيد يعني تعرضنا لهجوم واليوم كبان تعرضنا لهجوم من المستوطنين يعني قبل شوي بقى المستوطنين هنا أجوا حشي الرعيان أحشي السيارات على الخيل يعني حشي الرعيان وهي يوم عند المية لهم خلين حد يصل ولا إشي يعني نحن نتعرض هذا الهجوم بالليل دائما بشكل متكرر يعني بالليل يجو علينا بالليل ويجو علينا الغنم وخشوا عند الغنم ويقولوا أن الغنم هاد إلهم ويدعون إلهم ونصروا غنم يعني كل هذه الدعاءات يعني ما في لاحد يسارق غنم ولا إشي بس إيش يدعون أن يسارق إلهم غنم بحجة أنهم يجيبوا الشرطة والجيش بحماية الجيش وخشوا على غنم ويأخذوا غنم وشوفنا هذا الشيء تكرر عن جراننا واخذوا غنم يعني جابوا الشرطة والجيش واخذ الغنم بالقوة وكمان شوفنا مناطق هنا تعرضت لحرق المنازل حرق المنازل يعني وفيه كثير من العائلات ضرت إلى أنها تترك المنازل ورحلت من هذه المنطقة يعني حدثنا عن هذا الموضوع أكثر يعني لحظة هجوم المستوطنين كيف كانت ردود الأفعال وكيف كان يعني وضع أهالي وسكان هذه الخيام يعني أكيد رح يكون فيه دفاع عن النفس من قبل الأهالي بس يعني لمنى أنهم يجيبوا الجيش والشرطة معهم ويحميتهم ويخش ويدخلوا ويحرق المنازل ويشردوا هذا تقريبا الشيء بكل يوم يعني صار يصير كل يوم هنا ويطلقوا على الرعيان النار يعني واحد بطل يعرف يتحرك لا يمشي إهان ولا إهان كل يوم صار يتعرض للإشياء هذه يعني بالشكل مستمر هذا يعني الشيء صار تهجير قصري مش يعني أكثر من هيك وبالتالي هذا تهديد على حياة السكان في هذه المنطقة والكثير من العائلات تتهجرت صحيح؟ بالتأكيد أن هذا تهديد حياتهم وهذا خلى الناس أن أطار منهم يتهاجروا من البلاد هذا يعني الناس صارت ترحل من البيوتة ترك بيوتها يمشي دور على مناطق آمنة كان هناك هجوم للمستوطنين على بدل بالأمس كان فيه هجوم للمستوطنين واليوم كمان فيه هجوم للمستوطنين وكمان قبل كم اليوم أجوا هنا ومعهم سيارات ومعهم الشرطة ومعهم الجيش ومعهم كل شيء ومعنا فيديوهات يعني تثبت هذا الحدث يعني صار يتعرض هذا كل يوم الشيء هذا نتعرض له كل يوم نعم يعني يوميا هناك اعتداء معين من قبل المستوطنين أيضا على موضوع سرقة الأغنام كما تحدثت حتى على موضوع منعكم من الرعي والوصول إلى مياه نبع العوجة وحتى مصادرة هذه المياه مزبوطا تقريبا يوميا وانتم كمان شفتون قبل شوية كمان وعند الشلال يعني قاعدين ولا حديث للمية ولا نقدر يعني كان ليس المية إلا في الليل يعني في المخطر يعني كل هذا بخطر في مخطر يعني حتى لما نمشي نرعى مع الغنام ما نقدر نبعد لأن كل يوم نتعرض لهجوم يجوا على الخيل يجوا على السيارات يطخوا يعني كل يوم سرنا نتعرض لهذا الشي يعني من فترة كمان يعني بالأخص صارت من فترة شهر وجاي يعني سرنا بوليوم كل يوم كيف تتعامل بهذه الظروف؟ كيف نتعامل بهذه الظروف؟ يعني نحاول بس أن نسرد ونتلاش عنهم يعني ندافع عن حال يعني لمننا نضطر يعني وغيرها ما فيه أي حل يعني لا فيه محل يعني نقدر مشي نخضى المية في القوة من فيه جيش شرطة دائما متواجدين هنا دائما بالتكرار هناك دعم ووقوف إلى جانبكم من قبل الكثير من المؤسسات ولكن في ظل هذه الأحداث وتزايد وطيرة هذه الاعتداءات يعني مطالبكم يعني رسالتك اليوم في هذا الوضع وقوف المؤسسات إلى جانبكم ودعمكم من أجل دعم صمودكم في هذه المنطقة؟ لنا نطالب يعني أنهم بس يحمون يعني مستوطنين ومن يعني يقدروا يحد من الشي هذا احنا ما قدنا أكثر من هيك بس يعني أنه وقفوا هذا الأشي يعني إذا يستطاع أنهم وقفوا المستوطنين يعني بالتكرار بالتكرار هي مستوطن هنا أو مستوطن هنا هذا الشيء بالتكرار نحن لا نعلم أنهم بس يوقفوا أنه يظل صامد هنا ووقفوا جميع مستوطنين نعم أشكرك بالتأكيد سكان هذه المنطقة هناك دعم لهم من كثير من المؤسسات وفي كثير من الأوقات ولكن هذه الفترة تعد الأصعب عليهم وبالتأكيد كانت هناك رسائل من عدة مواطنين من هذه المنطقة هم بحاجة لدعم سمودهم في هذه المنطقة الكثير من العائلات عشرات العائلات تركت هذه المناطق وهاجرت فعليا هذه الأراضي الأغوار بشكل عام 60% منها تمت مصادرتها وبالتأكيد تمت مصادرتها بالقوة وبالاعتداءات هذه التي يقوم بها المستوطنين وهذا يدل على أن اعتداءات المستوطنين قديمة وليست حديثة ولا تتزامن فقط مع دعاءات الاحتلال الاحتلال ليس بحاجة لحجج وذرائع من أجل هذه الهجمات عشرات وآلاف الدنومات من هذه الأراضي سلبت من قبل الاحتلال وهذا يدل على تواجد الاستيطان بشكل مكثف في هذه الأراضي هذا إلى جانب اعتداءات المستوطنين على المارة في الشوارع المؤدية إلى محافظة أريحة يوم أمس كان هناك هجوم من قبل المستوطنين وتجمع لهم بالقرب من وادي القلت وخاصة بالقرب من مستوطنة قريبة من هذه المنطقة أيضا بالقرب من مستوطنة التي يطلق عليها البارد جنوب محافظة أريحة كان المستوطنين يتحضرون من أجل الهجوم على أقرب نقطة لديهم وهي مخيم عقب الجبر ولكن انتهى الموضوع بسلام ولم يكن هناك إصابات ولكن على طريق المعرجات كان يتعرض المستوطنين وفتية التلال الذين أقاموا بؤر استيطانية كثيرة على هذا. هناك العديد من الخسائر في مركبات المواطنين وحتى تخويف وإرهاب السكان وإرهاب الأهالي وأثناء حديثي عن إرهاب السكان خاصة تجمع الملحات على طريق المعرجات الذي يتعرض هو الآخر لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين إن كان عبر منعهم من الرعي ومنعهم من الوصول إلى المياه وسرقت أغنامهم ومواشيهم أيضا ووضع الملوثات في خزنات المياه الخاصة بهم اعتداءات المستوطنين كثيرة وإن حاولت أن أحصيها لا أستطيع أن أحصيها هي كثيرة ومستمرة منذ زمن وكما تحدثت ديانة في البداية يعني لا تتزامن فقط مع موضوع وحجج الاحتلال بأن أحد المستوطنين فقدت آثاره إنما منذ زمن طويل والاحتلال والمستوطنين يتعرضون لأبناء محافظة أريحة بشكل مستمر مهتم